مسائل في اللي عامين ايه? تعالوا النهاردة نعمل كيك سيومي مكوناته بسيطة وكمان طريقته سهلة جدا جدا وطعمه حلو جدا. انا عارفة ان فيه اوقات ناس مش بتحب تعمل الكيك السيومي بتقول ان هو بيطلع مكتوب معينا او مش بيطلع هاش كده وخفيف او كمان اه المكونات مش بتوقع زبطة معي اوي فالنهاردة اقول لك ازاي طلعيه هاش وخفيف وطعم حلو كمان هنعمله بقلوين كده وحركات تعال نشوف عمالناه ازاي? اول حاجة نبدأ بيها عندنا المكونات الجفة اللي هي عبارة عن كوبايتين ونص من دقيقة. دي للكيك او دي جميلة استخدامات مفيش مشكلة. عندنا كمان كيس كيكشف وهنا مهم لكيكشف لان هو هيدينا كده اه هشاشة حلوة للكيك وكمان يخليها تتنفخ معنا بسهولة وما تبقاش مكتومة معنا او تطلع معجنة من جوة. فالكيكشف مهم جدا. عندنا كمان معلقة كبيرة مليلة من الكريمر بتدي طعم حلو جدا. وعندنا ربع كباية من النشا. لو ما عندي كيش نشا ممكن تبدلي النشا بدقيق برضو. يبقى احنا محتاجي اتنين ونص دقيق وربع كباية من النشا او بدلها ان هو دقيق. عندنا رشة ملحة وعندنا كمان اتنين كيس من البانيلا الباودر او معلقة صغيرة من البانيلا السعيدة. عندنا هنا كباية من المياه الغازية ممكن تستخدمي اه مريندا اه او اي حاجة لو انت بتحب البرتقان او العادي. ولو انت ما عندكش مياه غازية ممكن تبدليها برضو بمياه او بلبن نباتي مفيش مشكلة. عندنا كباية الا ربع من الزيت النباتي نوع كويس. وزي ما انا بقول لكم دايما بضيف المكون السري في اي حاجة صيامي هو معلقة صغيرة من اصانس جوز الهند هنضفها على الزيت. وعندنا كباية من السكر. لو استخدمنا مياه غازية فيها سكر يبقى هنستخدم كباية بس من السكر. لو استخدمنا مياه عادية من الحنفية او لبن يبقى هنبدل الكوبات السكر دي بكوباية وربع من السكر. يعني كده او كده دي براحتكم انتم. وعندنا بقى هناخد بقى المواد السيلة دي اللي هما السكر والمياه الغازية او المياه العادية. والزيت نضربهم في الخلاط ضربهم متقطع كا دقيقة او دقيقة ونص لحد ما يتحول معنا الخليج كريمي. هننزل بقى المواد السيلة دي. على المواد الجافة ونقلب تقليبة والتانية هتبقى معنا خليط كيك تحفى وخليط الكيك النباتي او السيومي بيكون قتقى شوية من الكيك العادية. علشان تنجح معاك ان شاء الله. بعد كده انا الولاد حاب يعملوا بقى حركات كده والوان في الكيك فقسمنا المقدار ده نصين. حابة عملناهم بينك وحابة عملناهم لونهم بلو. يعني ازرق وبينك. بعد كده عندنا الصينية. الصينية دي مقاس اربعة وعشرين هناخدها طبعا نبطانها كويس جدا بالزيت وبالدقية وبقى ننزل بقى بكبشة كده او معلقة من اللون الازرق ومعلقة من اللون البينك لحد ما خلص كل الكمية. المهم بقى نكون مساخين الفرن. عزارة حرامية وتمانين في الرفل في النص الكيك السيومي بتاخد وقت شوية في الفرن. فانت نسيبها براحيطها خاص حوالي اربعين ديئة خمسة اربعين ديئة وبقى كده نتختبرها بخلة اسنية لما تخرج معاك نضيفة باقي استوته تمام. لما تأكدين هي استوتها هنطفي الفرن ونسيبها اربع خمس دايق جوة بعد كي نخرجها تبرد شوية بعدين نقطحها ونكلها بألفا وشفا. طعمها حلو جدا وزي ما تكو طريقتها كمان زي ما انتم شايفين سهلة جدا. ويباني الفيديو ان هو كيوت بقى والولادة عملوا الوان وكده بس انا مواردتش اطلعهم في الفيديو يقول لكم ايه اخبار ورأيهم لان هم تقايا بيضربوا بعض. لان حد بيقول اللون الاكتر الازرق اكتر ولون البلو اكتر يعني الدنيا بوزد خاص. المهم جربوا الكيك دي وعملوها بالحركات دي او من غير الوان. وشوفكم في فيديو تاني مع السلامة.